بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أنت الأول فليس قبلك شاي وأنت الآخر فليس بعدك شاي وأنت الظاهر فليس فوقك شاي وأنت الباطل فليس دونك شاي وأنت العزيز والحكيم اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني وعدك وعدك إنك لا تخلف الميعاد اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترتني على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآلي محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك أذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أن ترحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع متحتي وأجيب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلائم قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدها ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذول وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهري بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرمها إنه هو العزيز الوحاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بإليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبني وتجاوزكني عن خطياتني وصفحكني عن ظلمي وستركني على قبيحي عملني وحلمكني عن كثير جرمي عندما كان من خطأي وعمدي أطمعني في أن أسألك ماذا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وعريتني من قدرتك وعربتني من إجابتك فصرت أدعوك منها وأسألك مستانسها لا خائفها ولا وجلها مدلا عليك في مها قصدت فيه إلى أدعوك فإن أبطأ عني أعتبت بجهلي على أدعوك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولان كريمان أصبر على عبد لئيم منك علي يا غارب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحببوا إليه فأتبغضوا إليك وتتوددوا إليه فلا أقبل منك كأن ليتطول عليك فلم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان إليه والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخالق باسط الرئيس فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنغام الذي بعده فلا يرى وقربه فشهد النجوة تباركه وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزتي لعزها وتواضع لعظمته العظمها فبلغ بقدرته ما يشعى الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر عليني كل عورة وأنا أقصيه ويعظم النعمته عليني فلا أجازي فكان من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد راني وأثني عليه حامدها وأذكره مسبحها الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكار الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترغج السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت لاحيا ويحيي الموتا وهو حي لا يموت بيده الخنائر وهو على كل شيء قدير اللهم صلع لنا محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغي رسالاتك أفضله وأحسنه وأجمل وأكمله وأسكره وأنمه وأطيبه وأطهره وأسنه وأكثره ما صليته وباركته وترحمت وتحننته وسلمته على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسولي ربي العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبي العظيم وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهداء الحسني والحسين سيدتي شبابي أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفار وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدري حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفه بملايكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعلوا الداعي إلى كتابك والقائمة بدينك استخلفوا في العرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنها يعبلك لها يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لها يستقبل بشيء من الحق مخافة أحد من الخالق اللهم إننا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاغتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم لما غرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المنبي شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعز به ذلتنا وأغني به حائلنا واقضي به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به عسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوقها رغبتنا يا خيرنا يا خيرنا المسؤولين وأوسعنا المعطين اشفي به صدورنا وأذهب به غير قلوبنا وأهدنا وأهدنا به لما اختلفنا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إننا نشكو إليك فقدر نبينا صلواتك عليه وعاله وغيبتك ولينا وكثرتك عدونا وقلتك عددنا وشدة الفتن بننا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وعاله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافيتهم منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلناها وفي علينا فارفعناها وبكاس من معين من عين سلسبيل فسقناها ومن الحور العين برحمتك فزوجناها ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمناها ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمناها ومن ثياب سندس والحرير والاستبرق فألبسناها وليلة القادر وحج بيتك الحرام وقتلناً في سبيلك مع وليك فوفق لناها وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لناها وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمناها وبراعة من النهار وأماناً من العذاب فاكتب لناها وفي جهنم فلا تغل لناها وفي عذابك وهوانك فلا تبتلناها ومن الزقوم والضريح فلا تطعمناها ومع الشياطين فلا تجعلناها وفي النار على وجوهناها فلا تكبناها ومن ثياب النهار وسرابيل القطران فلا تلبسناها ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا آمين اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء من القضاء الذي لا يرد ولا يبدّن أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المخفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِهِ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِهِ احْبَدْ بِهِ وَلَا تَسْتَبْدْ بِهِ وَلَا دَهَى الْفُقَرَاءُ بِجَنَابِكَ وَوَقَفَتْ سَفِينَةُ الْمَسَاكِينَ عَلَى سَاحِلِ بَحْرِ جُودِكِ وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك واخفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا قريب الفراج يا قريب الفراج يا من فرجه قريب وسائله لا يخيب يا قريب يا قريب الحاجات ويا مجيب الدعوات يا من اسمه دوارا وذكره شفارا يا من يجعل الشفاء فيما يشاء من الأشياء من المؤمنين والمؤمنات بحاجة إلى الدعاء رحم الله من دعا لهم بالشفاء والفراج يا رحمن ويا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وأواله الطاهرين